قمة الانسيابية في أداء فريق توتنهام الإنجليزي اليوم على ملعب بورنموث النهاردة فريق توتنهام أدم لنا كرة قدم مقنعة تماماً سبع نقاط كاملة من ثلاثة مباريات أرى أن هذا إنجاز كبير جداً من نسبة لفريق لم يتوقع أحد على الإطلاق أن يقدم هذا الأداء حتى الآن بعد مرور ثلاثة أسابيع البعض اعتقد أن فريق توتنهام الإنجليزي سينهار تماماً بعد رحيل النجم الأول للفريق إلى فريق بير مونيخ الألماني ولكن ما شاهدناه في الفترة الأخيرة أن توتنهام الإنجليزي يبدو في ثوب جديد توتنهام الإنجليزي مختلف تماماً عن فريق توتنهام حتى في الموسم الماضي لم نشعر بغياب هاركين على الإطلاق بل أرى أن فريق توتنهام الإنجليزي يقدم كرة قدم في قمة السلاسة في الأداء قمة الإنسيابية والسرعة في الأداء وتناقل الكرة ما بين اللاعبين بشكل في منتهى الدقة والتركيز هذا الفريق يدخل بطولة الدور الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل مختلف لابد أن نحيي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي حتى الآن على هذا الأداء الذي يقدمه فريق كان الجميع فعلاً يتوقع أنه سينحدر تماماً هذا الموسم وسوف يقدم أداءاً باهتاً ولكن ما نراه فعلاً أن فريق توتنهام الإنجليزي لديه لاعب متميز اسمه اللاعب ماديسون أنا الحقيقة اتفاجئت بهذا اللاعب هذا اللاعب اليوم قدم كرة قدم استثنائية اللاعب ماديسون هو المحرك الأساسي والمحرك الرئيسي اللي خط وسط فريق توتنهام وهو حلقة الوصل المهمة جداً ما بين خط الوسط والهجوم لاعب يتحرك في كل مكان في أرضية الملعب لاعب لديه كنترول عالي جداً جداً على الكرة لاعب زو مهارة عالية وزو قدرة رهيبة على التحرك المفاجئ داخل منطقة الجزاء والاختراق وهذا ما شاهدناه في الهدف الأول اللي سجلوا ماديسون تحرك مفاجئ وسريع من جانب اللاعب ماديسون وسرعة بديهة واتخاذ القرار سريعاً داخل منطقة الجزاء من لمسة واحدة يستقبل ثرو على أعلى مستوى ويسدد في المرمى الكرات الأرضية القصيرة الثروء اللي بيتلعب بقوة داخل منطقة الجزاء هي من أخطر أسلحة فريق توتنهام الإنجليزي هذا الفريق فريق يعني كرة قدم هي مفاجئة حتى الآن بالنسبة للعديد من الناس وأنا منهم يعني مرة أخرى لابد أن نحيي التقم الفني بالكامل وطبعاً على رأسهم المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي على تقديم فعلاً وقب كراوية داسي من النهاردة من كرة القدم لكل عشاق الدول الإنجليزي وعلى وجه الخصوص عشاق فريق توتنهام الفريق فعلاً استطاع أنه يقابل فريق ليس بالسهل وهو فريق بورن موث فريق بورن موث بالرغم من أنه خسر المباراة الماضية وخسر اليوم إلى أنه فريق يبدو أنه سيكون فريق قوي هذا الموسم فريق متماسك نقدر نقول للعرض أن فريق توتنهام استطاع أن يحتوي فريق بورن موث على ملعبه ووسط جماهيره يستطيع فريق توتنهام أن يفعل ذلك فريق بورن موث ليس من الفرق السهلة على أرضه ووسط جماهيره لذلك أن نرى هذا الأداء من جانب توتنهام الإنجليزي أمام فريق بورن موث وفي ظل الضغط الجماهيري هذا يؤكد أن هذا فريق توتنهام هو فريق يدخل هذا الموسم بتركيز شديد نرى العديد من الأندية في الدول الإنجليزي هذا الموسم تدخل في قمة التركيز ولا تريد أن تخسر عدد من النقاط يعني ثلاث مباريات سبع نقاط أرى أن هذا رقم جيد جداً من اسمه لفريق توتنهام توتنهام الإنجليزي هو خط وسط متماسك وقوي جداً خط الدفاع النهاردة كان صلب جداً أمام هجمات فريق بورن موث فريق بورن موث يستطيع أن يصل إلى المرمى ولكن قابل فريقاً متماسكاً فريق توتنهام زي ما قلنا في العديد من المناسبات قبل كده أنه فريق يجيد التعامل مع الفرق المتوسطة والصغيرة في الدول الإنجليزي الممتاز أو لذلك هو ليس من العجيب أن ترى فريق توتنهام فعلاً النهاردة بيكسب نقدر نقول بأريحية هذا الفريق لم ينعب كرة قدم تنافسية على أعلى مستوى في هذه المباراة ولكنه تعامل مع معطيات الفريق وأداء الفريق المنافس واستطاع بأريحية نقدر نقول أنه يكسب ثلاث نقاط غالية